اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته كنا في بحث ما ينجي الإنسان من أهوال القيامة ومن الفزع الأكبر يوم القيامة طبعا لا فزع أكبر من فزع القيامة ولهذا رسول الله يعبر عنه أو يعبر عنه بالفزع الأكبر وأهوال القيامة لها خمسون هول خمسون موقف كل موقف ألف سنة يعني بالحقيقة يمر الإنسان على خمسين ألف سنة أكو أمور أكو أعمال أكو أسباب أكو قضايا مولانا السمادية أو معنوية هذه تهون الإنسان أو تهون على الإنسان أهوال القيامة وتنجيه من القيامة ومن أشراطها ومن أهوالها ومن فزعها من هذه الأمور كما ذكرنا في الحلقة الماضية أول أمر من الأمور قراءة بعض السور الخاصة في القرآن الكريم بعض السور الخاصة في القرآن الكريم لها أثر تنجي الإنسان من يوم القيامة ومن أهوال القيامة طبعا الأول كما ذكرناها قراءة سورة يوسف عليه السلام وقراءة سورة الدخان وقراءة سورة الأحقاف وقراءة سورة والعاصر هذه ذكرناها وشرحنا ذلك في الحلقة الماضية إذن أول مورد من الموارد التي تنجي الإنسان من أهوال القيامة ومن فزع الأكبر يوم القيامة قراءة بعض السور الخاصة المورد الثاني من الموارد التي تنجي الإنسان من القيامة ومن أهوالها وتعطي الإنسان الطمأنينة ويستظل تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله هو توقير ذي الشيبة المسلم رجل شايب لكن مسلم شيبة مسلم لا بد من توقيره يجب توقير ذي الشيبة المسلم وهي من أسباب إطالة العمر ومن أسباب ولهذا عندنا رواية عن رسول الله وقروا كباركم وقروا كباركم وأدبوا صغاركم الكبير ذي الشيبة الإنسان الكبير بالسلة بد أن يحترم طبعا هو هم لازم يحترم نفسه شوية وأضع مولانا مو يوم يهد على بيت فلان يوم يدور على المشاكل والصائح وكذا لا نحن عندنا ذي الشيبة هذا الشيب وقار إخواني هذا الشيب وقار تعرفون أنتم أول نبي أول نبي طلعت في لحيته خرجت في لحيته الشيب الأبيض إبراهيم عليه السلام يقول له له شيخ الأنبياء شيخ الأنبياء مو من باب العمر ماله من باب لحيته بيضة عيسى عليه السلام لحيته مو بيضة نوح عليه السلام لحيته ما كالفين وستمائة سنة عمره لحيته ما صارت بيضة أول من نبت الشعر الأبيض في لحيته من الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام يقول له له شيخ الأنبياء سأل الله قال له إلهي ما هذا الأبيض هذا اللون الأبيض الشعر الأبيض شنه قال له هذا وقارك يا إبراهيم هذا وقارك اش قال له قال له إلهي زدني وقارا زد الإنسان الشائب أبو لحية البيضة يصلح ذات البين يصلح بين المختلفين يصلح المشاكل يحل العقد مو يومية مولانا كاظبيت فلان وهاد عليهم يومية عند اقتلاف يومية يشتم ويسب ويغلط ويهدد أولاده ويهدد فلان هاي مشكلة مولانا توقير ذي الشيبة واجب لكن ذي الشيبة المسلم ذي الشيبة المسلم هذا من وقر ذا شيبة مسلم الله يعطيه الأمان من الفزع يوم القيامة خلي انطيك رواية أنا انطيك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام الشيخ الكوليني في كتاب أصول الكافي ذكره الشيخ الكوليني صاحب كتاب أصول الكافي يذكر عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول الإمام قال رسول الله يقول الإمام الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقر ذا شيبة في الإسلام في الإسلام يعني مسلم مو يهودي مو مسيحي مو مجوسي مو كافر لا ذا شيبة مسلم من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة توقير ذا الشيبة يعطيك الأمان من فزع يوم القيامة ما شكال صارا حبيبي؟ الحساب عندك ترى أنا أنسه ما شكال صارا؟ اثنين قراءت بعض الصور الخاصة يوسف الدخان الأحقاف والعصر وتوقير ذا الشيبة هاي اثنين الثالث مولانا الموت في طريق مكة أو في حرمين في الحرمين حرمين يعني مكة والمدينة واحد طالع للحج بالطريق مات الله يعطيه الأمان من فزع يوم القيامة طلع إلى المدينة المنورة بين طريق المدينة ومكة المكرمة طقوا مات مات الله يعطيه الأمان من فزع يوم القيامة لكن بشرطها وشروطها خليه في علمك أكد بعض الناس يطلع من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلى الفساد إلى العهر يطلع إلى الحرام هذا ما الله ينطي الأمان طبعا ما ينطي الأمان يطلع من المدينة المنورة خاطر مولانا يعصي الله في مكة المكرمة عنده بدل ما يعبد الله يروح يعصي الله واضح مولانا هذا يموت بالطريق هنم الله ينطي الأمان طبعا لا واضح مولانا واحد رايح للحج واحد رايح للحج هذا الذهاب مو كل حج مقبول مولانا ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج الحج يحتاج إلى الشروط واضح مولانا يأتي زمان على أمتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي زمان على أمتي يحج الأغنياء للنزهة طالع يتونس ما طالع للعبادة طالع يتونس يحج الأغنياء للنزهة والوسط للتجارة اللي وضع لا فوق ولا حدر بالوسط للتجارة والفقراء للمسألة يجدون يستعطون هذا مولانا حج المقبول سعي المشكور حج جايبين من الحج من بيت الله توطالع كيوم من ولدته أمه ومن المطار للبيت دق ورقص واضح مولانا استقبال بالأغاني هذا حجي هذا حجي مولانا هذا حج المقبول سعي المشكور لا إذن الموت بين الحرمين والموت في طريق مكة المكرمة بشرطها وشروطها الله يعطيه الأمان من فزع يوم القيامة خلقنا لك رؤية أنا أيضا الكوليني رحمة الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا يعني ذاهبا أو آيبا الإمام يعبر عنها جائيا من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمينه من الفزع الأكبر يوم القيامة اللي يموت في طريق مكة سلو بالروح لو بالجي ما يفرق بعد رواية عن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من مات في أحد الحرمين يا حرمين يعني مكة أو المدينة اللي يموت في مكة أو في المدينة زادهم الله شرفا وتعظيما بعثه الله من الآمنين يكون مأمون ويعطيه الأمان من فزع يوم القيامة زيان هذا وين مولانا؟ من مات في طريق مكة أو مات في أحد الحرمين بعد مولاي الكريم من الموارد التي تعطي الأمان وتنجي الإنسان من أهوال القيامة الدفن في الحرم المكي الدافن في الحرم المكي يقول الإمام الصادق عليه السلام من دفن في الحرم في الحرم يعني حرم مكة المكرمة من دفن في الحرم أي حرم مكة أمنا من الفزع الأكبر يوم القيامة هذه المرواية إذن شكراً صاراً مولانا؟ هذه يمكن الرابعة زيان؟ بعد مولاي هذه مهمة للغاية جداً مهمة ومبتلى بالناس مولانا عادة تبتلى بهذه الأمور زيان؟ المورد الآخر مما ينجي الإنسان من أهوال القيامة ومن فزع الأكبر يوم القيامة من اجتنب اسمعني اسمعني يا حبيبي من اجتنب شهوة حرام الذي يجتنب شهوة حرام بالأخص هذا اللي يجينا مولانا شهوات أكو بعض الناس معرضين للحرام الله وكيلك أكو بعض الناس مولانا شغلهم شغلهم يقتضي أنه دائماً يتعرضون للحرام مثلاً سائق تاكسي زينا التاكسي يصعد وياه عالم يصعد وياه سيد تصعد وياه امرأة عفيفة تصعد وياه محجبة تصعد وياه مو محجبة ناس أنواع يصعدون بالتاكسي مولانا هذا لابد أن يحفظ عينه الإنسان اللي يصعد وياك أمانة عندك أبو تاكسي أبو سيارة الناس اللي تصعد وياك أمانة عندك كذلك أبو المحل أبو الدكان أبو المحل أبو الدكان اللي يتخل عليك بدكانك مولانا هذا أمانة عندك فلا يخون الإنسان الأمانة لا بد أن يدير باله هذا المحل كل شيء يدخلون بي المفروض يحفظ عينه يحفظ كلامه مولانا لا يتكلم بما لا يرضي الله جل وعلا لا ينظر إلى ما لا يرضي الله جل وعلا بعض الناس معرضين للحرام لكن إذا تعرض الإنسان إلى الحرام واتقى وتجنب الشهوة شهوة الحرام الله يعطيه الأمان يوم القيامة يوسف عليه السلام يوسف ضايقته زليخة لكن شنو مولانا اجتنب الحرام هس تقول شيخنا هذا نبي من الأنبياء زي نأطيك مثال آخر رجل طالع إلى سفر حبيبي اسمعني رجل طالع إلى سفر بالطريق مر على النزل شاف لبيت كبير في صحراء بيت كبير راد ينزل في هذا البيت يرتاح بالليل بعد ما سأل هذا البيت شنو ما شنو دخل طب جو مولاي مستقيم شاف المضيفة بالباب قال أبو يا عدكم حجرة خالية شافت هو والحيتة أو شكله شكل إنسان يعني خير في خير يعني مؤمن شافت هي شوية شكلها و لبسها موزيا قالت لي نعم عدنا حجرة خالية وين عمي؟ قالت لي تصعد الطابق الثاني الحجرة مثلا الرابعة عن اليمين يقول هذا دخل من دخل يمر على الحجر يسمع من الحجر أصوات عجيب بس ميدر يقال هذا نزل راح دخل بحجرته مولانا زين الحجر مولانا من خشب أو من شيء خفيف هذا مخلي راسي ينام نص الليل وإذا يسمع صوت صوت زوج وزوجة أنت تفهم شيء لك يعني أنت أكيد تعرف شيء لك يعني صوت زوج وزوجة عجيب ليش صوت معالي هذولي فطلع مولاي يتحقق شاف الحجرة اللي يما أكو زوج وزوجة قال أكيد الله يسترعلي ماذا زوج وزوجة بس صوت معالي عيب راح للحجرة الثانية شاف نفس القضية راح للحجرة الثالثة نفس القضية نزل جو عين الحجر كل النفس القضية وإذا هذا بيهت الفساد بيهت العهر بيت فساد بيت حرام هذا هذا محل الفساد كل من عنده حاجة يجي هنا مثل جدة زلمتنا مولانا ذاك يسمونها حمامة بعد أنت الحساب عندك مولانا خليت لها بيرق فوق البيت اللي يمر من الخيرين مولانا يمر عليها واضح مولانا فهذا حمامة يسمونها معروفة هذا ابنها أو ذاك حفيدها هذا لي أولى بقتل الحسين عليه السلام واضح مولانا هذا تعجب شاف هذا أصوات هذول حرام هاي بيت دعارة بيت عغر بيت فساد هذا تعجب ظل بحجرته جاب لشيء سد أذنيه سد ذا شوف التجنب من الحرام التجنب من الحرام من شهوتي حرام خلى شيء في أذنيه لا يسمع الصوت وإذا وسوس إليه الشيطان تدرون ابليس كلف ابليس طوي ابليس هيشي ابليس ما يرحم الإنسان هو بالمسجد ابليس ما يرحم الإنسان هو بالمسجد ما يرحم الإنسان هو في مكة المكرمة ابليس ما يرحم الإنسان هو بالمدينة بالعبادة ما يرحمه زي مولانا فما بالك في بيت العهر والفساد أجه وسوس إليه الشيطان قل أنت ناو محد يدري وانت ما حد يعرفه كذا ماذا صنع وسوس إليه الشيطان ثارت عنده الأفكار كذا ماذا صنع أكو شمعة شوفوا الفرار من الحرام شي سوي من تجنب شهوة حرام أكو شمعة جاب صبعة هذا الخنصر خلى على الشمعة خلى على الشمعة إلى أن اشتم منه رائحة الشواء احترك احترك ظل بعد حرك تترون حرك هذا الله لا يصيب أحد بحرك هذا حرك ظل يلوج يروح يمين وشمال ويطق روحه مننا ويذب نفسه مننا ويلوج من الألم هذا الألم أنساه الشهوة أنساه الحرام ظل خذاله فد ربع ساعة نساعة يتقلب مننا ويجي مننا إلى أن هذا الإصبع الألم نام نام الإصبع نام الألم أجه إبليس وسوس للشيطان ثارت عند الأفكار جاء بصبع الثاني يخلى على الشمع احترك خذالنا الساعة بصبع الثاني أجه للشيطان خلى صبع الثالث والرابع والخامس وإذا عشر أصابيع احترك عند الفجر صار الفجر عشر أصابيع أحرقن كلهن ينشغل بالألم ولا ينشغل بالشيطان وشهوة الحرام صار الصباح شدع لقورتني أصابيعات مولانا أصابعة أو نزل المضيفة شافت متدخن مولانا وهو صابيع محرقة قلت له ما الخبر يا رجل شخيرك شفت محرقة طلع على الصاح نزلت محرقة قلها نعم ماكو شي قلت له أصدقني قلها عرفتو هذا البيت قلت له بلى هذا بيت هذا بيت فساد هذا بيت هذا دكان ما الفساد زين قلها وسوسة إلي الشيطان وأنا جاهل بالأمر فأحرقت خنصري ثم بنصري ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام من اليمين ثم أحرقت أصابعي بأجمعها من الشمال قلت له عجيب خوفا من الله قال ورب الكعب خوفا من الله واتقاءا من شهوة الحرام وإذا المرأة صعدت هي صاحبة النزل صعدت وإذا طردت الجميع كل من كان في بيتها الكل طردتهم وتابت إلى الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الرجل وعمل هذا الرجل هذا الذي يجتنب شهوة حرام الذي يجتنب شهوة حرام يمر على إمرأة يستطيع أن ينظر إليها لكن يغض بصرة لكنه يغض بصرة ما يعين على الحرام ما يعمل الحرام يعرض له الحرام الله سبحانه وتعالى يعطيه الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون الفزع الأكبر الله يعطيه الأمان وينجيه من أهوال القيامة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه رسول الله يقول من عرضت له فاحشة اسمع الرواية هو جمال الحديث جمال المحاضرة بالرواية والآية اسمعني من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل خوفاً من الله اجتنبها حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر اثنين ينطيه الأمان من النار ويعطيه الأمان من الفزع الأكبر هذه شهوة الحرام زين اشقال صار حبيبي لو نسيت خمسة السادسة مولانا من الأمور التي تنجي الإنسان من أهوال القيامة كذم الغيظ الإنسان يكون حليماً يكون صبوراً عنده كذم غيظ يستطيع أن يرد الغيظ يستطيع أن مولانا يضرب كما أضرب يضرب كما أشتم أكو بعض الناس عدم القوة شتموني أقدر أشتماني ضربوني أقدر أضرب لما أصيب بمكروه أستطيع أن أرد المكروه بالمكروه لكن أنا ما أرد المكروه بالمكروه واضح مولانا عندي كذم غيظ واضح مولانا هذا كذم الغيظ ينجي الإنسان من أهوال القيامة ولهذا نحن عندنا الإمام موسى عليه السلام الإمام موسى عرف بالكاذم لكضم غيظه الإمام السجاد عليه السلام أكوجارية الصب الماء على إيد الإمام السجاد وهي الصب الماء على إيد الإمام السجاد سقط الإبريق من يديها طاح الإبريق من يديها سقط على رأس الإمام شج رأس الإمام الدمضل لسيل بغزاره خافت هي قلت له يا ابن رسول الله والكاضمين الغيظ عليك يا فكوياي قالها قد كذمت غيظي أنا ما حجيت قد كذمت غيظي قالت له العافين عن الناس قالها قد عفوت عنك قالت له والله يحب المحسنين قالها اذهبي أنت حر لوجه الله شوف الأخلاق شوف كذم الغيظ كذم الغيظ ينجيك من أهوال القيامة سلمان الفارسي أو بالأحرى أن نقول مالك الأشتر قضية صارت مع مالك الأشتر صاحب الميمنة لعلي بن أبي طالب مالك الأشتر مر بالسوق أكو شباب مستهتر أكو بعض الشباب وللأسف الشديد مستهترين كظين الشوارع مولانا 24 ساعة لا ذنب ولا ضمير ولا أدب ولا أخلاق ولا ماكو أي شيء ماكو أي شيء بالأخص إذا مر عليهم عالم يتجاسروا على العالم إذا مرت إمرأة يتجاسروا على المرأة إذا مر دائما في حال كناية في حال استهزاء ومسخرة وضحك وكذا أكو بعض الشباب ماكو شيء مولانا حبلة على قرونه ويفتر زين على العموم فمالك الأشتر مر مالك بطل بطل مالك مر مالك الأشتر هذا أخذ خضرة طيحة بلقاء ضرب مالك الأشتر بوجهه ما حشويا ده براسه وراح بس عين عليه نظره وراح راح إلى المسجد قال له لا أتعرف من ضربت قال له لا رجل قال له هذا مالك الأشتر هذا صاحب لواء علي بن أبي طالب قال له عجب هذا مالك هذه الضربة واحد قتله وركض وراه إلى المسجد نظر إليه وإذا رأى مالك يصلي ركعتين قال له والله لم أدخل المسجد إلا لكي أستغفر لك جاي يستغفر لك خلق أقرأ لك الرواية مولانا خاطر أختمها الرواية في كظم الغيظ عن الإمام الباقر عليه السلام من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حش الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة هذه من الموارد التي تهون وتنجي الإنسان من أهوال القيامة تبقى إن شاء الله السابعة فما بعد في الحلقة الآتية إن شاء الله ترقبونا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة